إنني براء مما تعبدون تبرأ من معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله كالأصنام وترفع عن ذلك ثم قال إلا الذي فطرني فالذي فطرني وأوجدني من العدم على غير مثال سابق فإنه سيهدين أي سيدلني ويرشدني ويوضح لي الطريق وجعلها أي جعل هذه الكلمة وهي البراءة من الشرك وأهله وليقرار بالتوحيد لله كلمة باقية في عقبه أي في ذريته دعا الله أن يبقى التوحيد من أدلة شهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى شهد الله أي أثبت ذلك ثبوتاً واضحاً بيناً كأنه يشاهد بالعين أنه لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلاً وكذلك يشهد الملائكة ويشهد أولو العلمي مما يدل على فضيلة أهل العلمي قائماً بالقصط أي مستمراً على العدل في هذا الباب فإن من خلق ورزق ومن يؤول الأمر إليه هو الذي يتجب العبادة له ثم أكد هذا المعنى بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهو عزيز قادر لا يعجزه شيء وهو حكيم من الحكم يضع الأمور فيما يناسبها وهو حكيم من الحكم فأمره لا يستطيع أحد أن يرده ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله وتفسيرها الذي يوضحها في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون تبرأ من معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله كالأصنام وترفع عن ذلك ثم قال إلا الذي فطرني فالذي فطرني وأوجدني من العدم على غير مثال سابق فإنه سيهدين أي سيدلني ويرشدني ويوضح لي الطريق وجعلها أي جعل هذه الكلمة وهي البراءة من الشرك وأهله وليقرار بالتوحيد لله كلمة باقية في عقبه أي في ذريته دعا الله أن يبقى التوحيد في ذريته لعلهم يرجعون إلى الهدى والحق والتوحيد ومثله في قوله قل يا أهل الكتاب أي استدعي أهل الكتاب واطلب منهم أن تكون معهم على كلمة أي عقيدة صافية واضحة أي نستوي نحن وإياكم فيها بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله أي أن عباداتنا كلها نجعلها لله جل وعلا ولا نجعلها لأحد سواه ولا نشرك به شيئا أي لا نصرف شيئا من العبادات بغير الله جل وعلا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أي لا نعتقد في بعضنا الربوبية من دون الله قال فإن تولوا أي لم يكروا بذلك ولم يستجيبوا لك ولم يجعلوا عبودية الله حقا عليهم فحينئذن ليكن من شانكم أن تستمروا على عبودية الله بالإسلام ترجمة نانسي قنقر